الشفافية والانفتاح والمساءلة في المؤسسات العامة واحدة من الأهداف الرئيسية للإصلاحات في أوكرانيا تحقيق هذا الأمر سيسمح للمؤسسات بتطوير قاعدة بياناتها المفتوحة من خلال المعلومات العامة التي يمكن تحليلها تلقائيا أوكرانيا وعلى مدار عام ونصف فتحت مثل هذه البيانات أكثر مما فعلت منذ استقلالها وقدمت الحكومة خارطة طريق جديدة لتطوير البيانات المفتوحة تفاصيل أكثر في التقرير التالي سجلات الشركات، القوانين المعيارية، تقرير النشاطات آلاف من وحدات تغزين البيانات عما تفعله وتستقبله وتسجله أجهزة الدولة الأوكرانية كل هذا موجود على موقع إنترنت واحد data.gov.ua السماح بالولوج لهذه المعلومات يجعل عمل القطاع الحكومي شفافا ويقلل من مخاطر الفساد إن تطوير البيانات العامة المفتوحة لا يزيد من انفتاح وكفاءة السلطة فحسب بل هو طريق لتطوير صناعة قوية الهدف الأول هو الحصول على بيانات الشركة الحكومية بجودة عالية العمل حينها سيكون سريعا وشفافا وسهل التحكم وهذا هو هدفنا الأول والهدف الثاني هو خلق بيئة تساعد على تطوير الاستثمار في الأعمال الصغيرة والمتوسطة انضمت أوكرانيا في أيلول من العام المنصرم إلى المثاق الدولي للبيانات المفتوحة تهدف خارطة الطريق في هذا المجال إلى تنفيذ أحكامها هذه الوثيقة تتألف من ستة أقسام وواحد وعشرين فقرة فرعية وتسع وخمسون مهمة كل مهمة تتألف من عدة مراحل الأقسام الستة جميعها تتوافق مع مبادئ الميثاق الدولي لبيانات المفتوحة وهي الشفافية والكفاءة والوضوح سهولة الاستخدام القابلية للمقارنة والعمل المشترك الإدارة المطورة التنمية الشاملة والابتكار تعمل الآن في أوكرانيا عدة مشاريع من شأنها مساعدة المصممين الشباب على إيجاد حلول تقنية اعتماداً على البيانات المفتوحة ولهذا الغرض تعمل ما تدعى بالحاضنات وتجرى منافسات وقد فازت الخدمة Red Line 7 بواحدة منها هذه الخدمة تسمح بتتبع قطارات الركاب والشحن ومقارنتها ببيانات سكك الحديد الأوكرانية أوكرزاليزنيتسا هذه أداة إضافية لرصد الخدمات اللوجستية وإن بدأت هيئة سكك الحديد الأوكرانية استخدامها عندها سيكون بمقدورهم المقارنة مع قاعدة بياناتهم وآخرون سيتمكنون من جمع الإحصائيات وفي المحصلة ستستبعد المخططات الفاسدة في النقل ضمن خطط تطوير البيانات المفتوحة في عام 2017 ستقدم وتنفذ خدمات مماثلة على مستوى الدولة وستدرب الناس على استخدامها كما ستوسع قائمة الكشف الإلزامي للمعلومات وسيقدم كل من يمتنع عن الكشف عن المعلومات إلى القضاء